مرحبا بكم مستمعين أينما كنتم نلتقي معكم في هذا اللقاء وبرنامج خاص واستثنائي الأول من نوعه ولأول مرة على أمواج إذاعة ميديا برنامج نخصصه لمستمع وذلك تقديرا لوفاء كل المستمعين داخل وخارج المغرب أول فائز من الجزائر عمره 22 سنة وهو السيد ديريش زيندين العنوان ساحة ديمارتير تينيا بومردس الجزائر فélicitations للألجيري للألجيري qui ira en demi-finale موسيو ديريش زيندين viendra peut-être voir son équipe en finale الابت بلاس ديمارتير تينيا 35.470 بومردس الجزائر إذن مستمعين كما تتبعتم معنا كان هذا الفائز الأول الذي شارك في مسابقة أجريت بإذاعة ميديا حول كأس إفريقيا الذي أقيم في المغرب عام 1888 إنه معنا حاليا في مقر إذاعة ميديا المغرب بمدينة طنجة فاسمحوا لي أن أرحب ترحيب خاص وحار بضيف اليوم على أمواج إذاعة ميديا ضيف كما ذكرت سابقا استثنائي وهو في الحقيقة ليس بضيف إنه ذاكرة إذاعة ميديا مستمع وفي مخلص لإذاعتنا إنه كما ذكرت سابقا الصديق والأخ العزيز زيندين دريش من الجزائر مرحبا بك شكرا أختي سعيدة والله أنا سعيد يعني في بيتي مع أصدقائي أخوتي العيلة ديالي هنا في طنجة إذن أول حاجة الأخ زيندين هنخليك تعرفنا أولا بشخصك كمستمع وكذلك تعرف المستمعين بك أنا زيندين دريش من مدينة أثنية مواليد 66 مستمع وفي من بداية مولد هذه الإذاعة 1980 نسمع لها بزاف نحبها بزاف اللغة العربية كانوا يعجبوني تعلمتهم من عند الوالد كانوا وفي للأخبار وبعد مع الوقت ديكوبريت الحساس صباحيات الماتين كما أسمى إليكي سيدتي اللي جت مبعد جت انتي رفقتي نوال الله يرحمها جران وعاونتي بادريا نعم ناجح برنامج نعم الأفريق حتى الميديتراني نعم بزاف المستمعين شاركوا وكان عندي لحظ يعني أنا برمون سيتي الحلم تحقق كنت ناوين نشوف هذا استيديو وش فيه هذا الاستيديو ديالبيديا حتى جالنهار خرجت عملية القرعة برمون سيتي هذيك نهار يعني بلك أسعد يوم في حياتي نحن طبعا كانت شرفه كانت سعده بهذا الوفاء اللي في حقيقة قليل وما بابقاش بالسف ولكن هذا يدل على أن الإنسان من اللي يحب شي حاجة يبقى مستمر في الحب دياله أول سؤالي ممكن تبادر للدين ديالي الآن شنو اللي خليك تحب ميديال هاد الدرجة هذي لأن حب غير عادي شوفنا الاستقبال ديالنا اللي كان معاك لأن أنا شخصيا أول مرة كان تلقى بك شخص لشخص عارفة بأن كتبع البرامج ولكن ماشي بهذا الإخلاص وبهذا الحوب لأن لمسناه لمسناه معاك شخصيا من اللي تقربنا لي إذن أنا شخصيا من 1980 ونت كتعرف العليا عارف البداية ديالي إلى الآن ولكن أنا كأقول شنو اللي يخليك أنك تحب الحب الكبير لميديال خصوصا ميديال ميديال الشيلي أعجبني بزاف هي سي اموار دولان اسمحول نتكلم بالفرنسية والعربية والباريجة كان للمائي خمش هذه زوج حواج تعل زوج لغتين سمال توت لجنرations يفهموها والمنو ديالها سي سي لتراديشون تعليم مغربان و كل جنرations عندها لأخور ديالها بالقضاء شفو الفام وفوية متن فامي متني كونسي ليجان يحب رياض يعني un منو كمпلي سي بشي اللي تحبو ودائما نقول هالأصدقاء نقول هم 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 ميدي آ وني تري قطي يعني محظوظين مخصنا ويلو يعني نسمح ذلك مدة 33 سنة ونحب ها بزاف واني جيت ذرك يعني أبري 25 وماشت لأصدقاء داخل استيديو قلت نمشي نشوفهم هذه مناسبة فرصة قلت نشوفهم كامل كان الأسماء الجديدة ما شاء الله نشجحهم كان الأسماء القديدة القديمة عمري ما ننساها ويريد حتى نجلس معهم يعني كل وقت 33 سنة عمر عمر نعم إذن قبل ما نتبعه ونوصله معك الحوار الحوار الممتع والشيق اللي أنا كنتشرف بهذا اللقاء معك شنو الآن الأغنية اللي تفبالك وبيغتي تسمعها رانا في المغرب العربي ويكزاكتمو في المغرب عزيزة عليها بزاف الأستاذ عبد الوهاب دوكالي وربما الأغنية كنشي أغنية مون بارناس عزيزة علي مون بارناس إذن نخلي بك تستمتع بالأغنية ويستمتع وكذلك معنا المستمعين داخل وخارج المغرب وخصوصا من الجزائر الشقيق مون بارناس مات خويا يا بويا برصص قناص عنصري يا بويا مون بارناس مات خويا يا بويا برصص قناص عنصري يا بويا وبالحقد أعمى تربى وعاش يكراه الناس وفي مون بارناس مات خويا يا بويا يا بويا مون بارناس مات خويا يا بويا برصص قناص عنصري يا بويا في مون بارناس مات خويا يا بويا برصص قناص عنصري يا بويا بالحقه ما تنقض عليك يكره الناس موبر نسماته يا يابو يا يابو يا موسيقى سال دم حمر دم حمر وبكات طيور الفجر طيور الفجر وتنخو يا أبو يا أبو يا أنه عربي عربي ولونه أسمر مش قالي قدني نحكي نحكي ونعيد وفي كل مرة يموت صبح جديد تضيب القمرة تضيب ويتأجل لاي مش قالي قدني نحكي نحكي ونعيد وفي كل مرة يموت صبح جديد تضيب القمرة تضيب ويتأجل لاي مش قالي قدني نحكي نحكي ونعيد شلالاً جديد وشواراً على الغربة يا أبو يا يا أبو يا ما تبت بمت أو الجليد والعنف اللي باس قناع اللعبة كلنا إغتاً شهيد موسيقى موسيقى نوصل معكم مستمعينا هذا اللقاء المميز على أمواج محطة ميديان ويسعدني ويشرفني جدا أن أستقبل معي في الاستوديو مستمع وفي ومخلص لبرامج محطة ميديان بدون استثناء عندما أقول بدون استثناء يعني تعرف الأسماء تعرف البرامج وكيعرف الصغيرة والكبيرة إذن هنا بغيت نعرف منك شنية الصغيرة والكبيرة اللي كتعرف على ميديان بون عذاكم تليمون جسوي فدال وفي صح من البلاد والنسكون نحب نعرف كل حاجة وش رايس عارة في الاستوديو أذيك اللي مويا اللي كاين اليوم والحمد لله لاتكنولوجي لانترنت صافي ما بقاتش كي ما بكرينك تبري سالة والسنة توصل ولا سي جيستان كليك راني مع سعيدة جيستان كليك راني مع السناء مع التقم مع توتني كيب اسماء مانيش بعيد خلاص كتحس راسك قريب لنا؟ بزاف بزاف هذا والشي يعني عندها شي حاجة ميديان سيك تحبيها إذن شعور متبادل كذلك بالنسبة للعاملين بميديان ومع المستمعين ديالهم كلهم بالنسبة لانك العائلة الأحباب الجيران واشتهمك يتبعو ميديان في الجزائر؟ في الجزائر عند كين مستمعين كثير وشنوا كين؟ برقم شفوا الجنراتي ديال كان يحب الرياضة يقول لك أننا نحب ميديان ما يسبرش على فؤاد الحنوي الحكيم تمام حكيم تمام حكيم تمام عفوان نشوفوا برقم المرأة اللي في البيت تقول لك أنا سعيدة وسناء ولا فرحانة وياسمين كل واحد أنا باري اقزمبل الوقت ديالي في العامل ومنا ربما كين يوميات ولو راني راجل نعمل براء ما نعنيش باشر راضي استوديو سو ماتا بسك في سيارة ديالي ميديان في المحل ديالي ندخل بيت ميديان ما عنديش نسمحو مقاع وشو في دي ملاحظات مراكهة نشارك معاليز آنيماتور نقول له تمنيت يعني بسك نحبهم بزاف دوك ماشينزا ماك نقول له راكف مليح 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 لا حاجة تخص نشارك نقول له باري اقزمبل الانيماتور هذا اللي خلانيش كل البرسونال ديالي ميديان إذا نخلك أنك تكون واحد منا تعالى عايش معنا نعايش معكم يعني قريب زاف بعد الزيارة الأخيرة اللي كانت في 1988 إلى الآن شنو التغيير اللحظتي بو هي نبدأ بالإحساس من 1988 للآن كان هذا الكودفود خلاص مميديان مابقاش ننساها خلاص ساكنة في الأخوة ديالي ونشوف دايما شنجمون أراكوا تتبعهم على الوقت واشي حب المستمع كان يعني كل شهر ولا شهرين ولا سنة كان ديزميسيون باركزم بجواد كان بزاف يعني كل واحد عنده الضغطي حتى مستمع ما تخصو حاجة سيك بيا و سيك مع الانترنت سيكو ممترسي بجاع دي موندو انتية لسيكو ممترسي من جميع الانترنت لقد كان ممترسي من جميع الانترنت بكزميسي من المغرب الصحفيين والليزاني ماتلو والليزاني ماتريس الآن نخليه شوية ديال الغناء ونخليه أعود شوية ديال المستمعين يستمتعوا معنا بشي أغنية اللي على دوقك وليمن تبغي تهديها نهديها بزاف 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 الليزاني دور ديال ميديا بسكو ريمون هما معايا تجور عايشين لانترنت مانتقات عوش عني عندي بزاف فتقي في المغرب بعدين موريطانيا عندي في فرنسا في اسبانيا يعني هذو أصدقاء انت من لهم دايما باكلي زامي جوليسي ولا دولينيورسيتي ولا شي حاجة من أصدقاء ميديا هذك صنف اخر إذن عندك أصدقاء خاصين كتشاركوه في الحب ومتابعة البرامج ميديا نعم هذي شي رائع رائع كل يوم في الليل نخصص تقريبا ساعتين نتكلمو على ميديا وكل أصدقائقي كل صنف اللي يتكلم على ما شكرا هي قدامي أختي عيدا يقول لك أنا نحب هذا كان يحب الرياضة كان لكل واحد ونقشو واش اللي خاص واش اللي ما يخاص ونشجعنا سرته التشجيع منعيش ما التشجيع إذن كان شجعوا جميع المستمعين أنهم كذلك تواصلوا معنا وكان شجعهم أنهم يتابعوا الآن الأغنية ونرجعهم معك نعرفوش النوع اللي بغيته يتسمع أكتر إذن نبقى ودبا في الأغنية اللي بغيتي ونمتسهديها خاصة طبعا مع الأصدقاء اللي كتشارك في الحب دي البرامج ميدي آما نمشي الأصدقائي تعليزاني تعليسي نتفكر نوستالجي نمشي الأصدقائي نمشي الأصدقائي نمشي الأصدقائي نمشي الأصدقائي نمشي الأصدقاء نمشي الأصدقائي ونزيد عنساني فشخصاً ما لم تتاقائي لدينا بغيتي نسي الأصدقائي ب发ترنا نمشي الأصدقائي بابساني الزبطو يتعدي كبارتون نزيد اشتركوا في القناة 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 نحن نخرج من الستوديو ونشوفه هو الأول نمشي والأخبار باللغة العربية لطيفة مروان إبراهيم مغربي مع عمر بوجمع عبدالصدق بن عيسى هل يوم أمامنا يسمحوا لي شوي أبدا كرني فرحان جرت يفتا ولينا أن فرنسي أن فرنسي يوجد بونجور مستو سامي الجاي جسي كتو يا كازا إن شاء الله نجيك يوجد نديا التعلي نعطيها العلمة الكاملة في تقديم الأخر دينا دانيال فيغاف ريدريك كوكوني والله سعيداني فرحان ننسى شوي سبحوني تبارك الله عليك أسماء من سيتياش وبتأكيد إحنا ما غير نساوكش دائما لأن هذا الحب غير يكون متبادل ورجعوا مرة أخرى للمستمعين اللي تتعرف من الجزائر شنو كيحبوا يسمعوا في ميديا مش حال هدي ولا الآن من هذا الوقت اليوم اليوم نعم بو الجينيراسيون تا 40 سنم أما فوق نعم بو شوفوا جبك 60-70 هذو كانوا ذاك الوقت بلك 40 كانوا الانفورماشون كانت الرياضة كيتبعوا الأخبار كانوا بو كتف في مينا كانت بو مادام نعم كانوا بو الحصص الثقافية لقد كانت واحدة للميسيون دي السينيما ندي الفن جوكوه ندي الفن نعم وين ما ننسيتوش بو الجينيراسيون صغار بلك ربما يميلوا شوية الموسيقى ثقافة من الكبار عندهم الانفورماشون الجورنالو فرانسي والديل العربية هذك عنده تقريب 80% هذك ما ينسواش أنا الواليد ديلي السلويد يعني 12 ونص سابعة ونصف عمريش فتوبابا ما سمعوش لليوم هذي تحية لأبي لك تحية كبيرة من إداعة الميديا من المغرب من مدينة طنجة إلى الجزائر كنت من أولوك الصحة والعافية وطلع عمري كذلك سوف توقف الآن مع مقطع من الموسيقى على الدوق ديالك والاختيار ديالك دائما نختار ورده ولذي الأغنيات عجبني بزاف تلمون حب ميديا نقول تجور في الفيس ونقول لهم الله يبعد عليها العين الله يبعد علينا العين كاملين إذن الأغنية بنخف من العين سيدة ورده الجزائرية الله رحمه يا عيني يا عيني يا عيني بنخف من العين بنخف من العين وبالحسنين يا عيني يا عيني يا عيني مهما يكونوا عيونهم حلوين يا عيني مهما يكونوا عيونهم حلوين دحنا قسينا كتير من الحسان دحنا قسينا كتير من الحسان مع إن قلبنا يا ناس صفي يا ناس صفي من خفن العين من خفن العين وبالحسنين يا عيني يا عيني يا عيني المترجم للقناة من داري كتير على شمعتنا من كتر مضاعت ضاعت فرحتنا من عين حاسب شفنا ما سماش وصابتنا والله صابتنا ده احنا قسينا كتير من حسات احنا قسينا كتير من حسات وفطلنا نداوي جرحنا سنين نداوي جرحنا سنين من خات بالعين من خات بالعين من الحسن يا عين يا عين يا عين يا عين يا عين اشتركوا في القناة عيون بص علينا بيعدوا علينا за خطونا حوالينا عيون بص علينا بيعدوا علينا за خطونا يتمنوا ان اعمنزل عننا مع ان نصير مقسوم Lynn دا احنا قسينا كتير من الحسان بس نقول ايه ونعاتب مي نعاتب مي ننخف بالعين 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 يا عين مهما يكون عيونهم حلوين دا احنا قسينا كتير من الحسان اه ده احنا اسنا كتير من الحسان مع ان قلبنا يا ناس صفين من خف من العين ومن الحسدين يا عيني من خف من العين ومن الحسدين يا عيني من خف من العين ومن الحسدين ومن الحسدين اول فائز من الجزائر عمره 22 سنة وهو السيد دريش زندين العنوان ساحة ديمارتيل ثانية بومدات الجزائر اذا بين قوسين مستمعين اذكر مرة اخرى هذا التسجيل يعود لعام 1988 وطبعا معنا الفائز سنة 1988 مرة اخرى اللي كان فاز في مصابقة وجريت بايداعة ميديان حول كأس افريقيا الذي اقيم في المغرب مرة اخرى 1988 اذا هنيئا ومبروك لسيد دريش زندين شنو كان شعور ديالك من اللي سمعتي هاد الاعلان بالفوز ديالك في الجزائر سمعته في الجزائر والان بعد هاد المدك ولا كتسمعوا الان معانا دابا يعني 25 سنة 25 سنة لاحساس ذاك الوقت ودابا يبقى توجور بس كميديان عزيزة ليا علي بوكسيتي والله هلا صحيب كيف شعب بلا اجيد الكلمات صحيب جدا برمير ما وراك تحب اذاعة وراك فست في مسابقة وراح تشوف هذو الناس اللي كنت نغني نسمع عليهم يعني ما نشوفهم شما كيش ليمويا كيما اليوم شكون هذي بادريا شكون راشيد شكون هذا وصيدوكو وطع الكواليس لما نعرفوهم ش ولو كيسمحت اسمي نقدر نمثله بحوياج كما بار اجزامبل جمسوفيان نوى المتوكل كتا عشبك تفوز من السيباء ولا ساعد عويطة والله احنا نمشو الجزائر عندنا كما نقولو حاسيباء برمير قولة يعني مثل حسيت بهذاك الشي رحمد الميضانية وشوال كما نعبر قليل نعم نعم حسين بك كشوفك مرة مرة كتشوف ساعة لي في الدك وش عنده شي عنده شي حاجة عنده شي ميزة خاصة عنده شي ميزة خاصة لأن الماروكي الالجيري كما نعم كما نعم كما نعم نعم كما نعم كما نعم كما نعم اذا شكرا على الهدية شكرا على الهدية من الاخذ كما نعم 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 awhile في هذه الحصة المنشطة أستاذ خديجة هذه الإميسيون قربت الكثير من الناس ويحكوا همومه وهمنا وعلى ما يحكي سر ديالو يجب أن يشوف إذا عيثق فيها ويكون وافي ونعني بكو دامي في هذه الإميسيون دعمي ديئان ويوميات عندي بزاف يعني الاخر ويجب أن أردت ضيوف اليوميات كما دكتورة أمينا برقاش دكتورة أمال شباش ومصطفى الشقدالي ويجب أن أصبح مع الوقت مستمع المنشط والتقم ويجب أن نتعلم منهم ويجب أن يتعلمون مني ويجب أن تقول إنسجام حاجة يعني بيت هذي تعمي ديئان والله صدقوني دارت السعادة في البيوت الناس غالي زي ميسيون مي هذي تعيوميات كيما اليوم اللي سمعناها وشاركت اليوم جيت لهنا باش نشارك على المباشر درنا بزاف الحباب وكرمتنا وشول دارتيني ميسيون ناس داروا تقييم للحصة مي ديئان وشبه لك في مكان آخر دونك مي ديئان كيما نقول لما نيا جا مي ديئان تبقى مي ديئان هي مي ديئان إذن مي ديئان كتديك الآن أغنية كنتمنى وأنك تستمتع بها أغنية للفنانة لطيفة إن شاء الله مي ديئان 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 وحل وسافر غير الأوطان فرحك ودمعك أنا الإنسان وحدي وحدي أنا وحدي أكبر وإن ألم توفض يا ربي يا معفوض رشاني الغال اللي تطوري يعود رغم العذاب والأسية أبعي الأفراح لأكوني ترجع لي حبيبيني ترجع لي حبيبيني ترجع لي حبيبيني لوحة الألام عيني عيني أه يا عيني صغر على أنا وغيرينا يا ربي يا معفوض رشعني الغال اللي تطوري يعود رغم العذاب والأسية أدعي الأفراح أدعي الأفراح لكلية ترجع لي حبيبيني إن شاء الله إن شاء الله حبيبي لي إن شاء الله إذن مستمعينا في هذه اللحظة تتعيز أو ما كانت مناش أننا ننقل إلى اللقاء الأخ زيندين دريش ولكن كانت منه بأننا يبقى التواصل دائما مستمر كذلك كانت منه بأننا نكونوا دائما عند حسن الظن دي المستمعين دينا دائما أينما كانوا في المغرب أو الخارج وخصوصا في الجزائر ولكن السؤال ضروري ماذا نطرح عليك قبل ما نودع المستمعين دينا من غيرك أنت في العائلة شو كون حد آخر اللي تبغي ميديان بهذا الشكل اللي كتبغي أنت؟ من غير العائلة كان أصدقائي في العائلة ديالك نيت معك الوالد عنده الأخبار بالعربية وبالفرنسية كان أختيت مع النصايح ديال الصباح وعلى بك فيهم الطيب وفيهم بزاف الأحويج عندنك اللي يمشيوا مع المرأة في البيت أنا باري كزنب عندي بو أنا البرنامج تحت غريب الإذعار هي قدامي ما كانش مشكل نشارك في بارك جانب في يوميات بو رياضة تهمل كل واحد دونك أنا البروغرام تعميدي سيتقدري تقولي من السبعة ديال الصباح ستاح تارتناش بالليل تتبع؟ وبعد يجي وقت اللي نعاصل لها غالب جوبتا يسمحوني سو دو منوي سنك اوغ دو ماتا دوك يسمحوني دبل مع الجديد مع وسائل التواصل اللي تذكرنا سابقا الفيسبوك واش جبرتي او كتستمتع اكتر واش لقيتي انك كتتواصل اكتر واش لقيتي بانك تتعرف على الاشخاص اكتر ولينا قرأ ما كاش فرق بين ولا مسافة بين طنجة والجزائر خلاص رانا في بيت واحدة نكتب ندير نبويه في الكلافير يعني مع حتي يعني من يرهون في الكوليس جنود الخاف وانتو ما كيف كيف فساعدة سيتم جمسو فيان اش هنفرح نفرح نفرح على المباشر وترجع المستمع يعني رانا توجور نحبوها ميديان وهي كذلك وافيان على المستمع ديال حسين الله زين دينا هذي الحب الكبير وهذي الوقت اللي كتخصو باش تستمع البرامج ميديان واش هده ما يقدرش يدلك مشاكل غيرة من الزوجة مثلا اذا كتعطينا الوقت حنا كتر جات المناسبة هي حقيقة قريب ان شاء الله قريب زواج ان شاء الله مبرك مسعود هذه فرحة كبيرة الله يسلمك ان شاء الله تحضروا معنا ان شاء الله هول الشرط الواحد ديالي كان هو يجب تكون فيدال هي الميديان هكذا كنت خلال البيت كنت نتكلم على سعيدة ولا خديجة ولا كل انا رغم هم يعني سي ميسيق الحمد لله ما شاء الله دونك يو باس هذه الغيرة الجوزية نعم ونظن شاركتنا في هذه الحصة في يوميات العربية كان بان سيجي دونك يجب تكون لي وفية اذا غنت أكدوا الآن ان الزوجات هي وفية البرامج ميديا ان شاء الله 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 لا رهي تتبع معي وذوق رهي بلك ربما على المباشر رهي تسمع لي اذا كانت منو لكم من كل قلبنا كل سعادة الدنيا ان شاء الله و ألف 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 مبروك قبل ما نختمو شن هي الأمنية اللي كغسك تحقق شي أمنية اللي بغي تحقق الأمنية ديالي حقيقة انها ما نبقاش بعيدة على الميديا وهي ما تبقاش حالية بعيدة نحبها بزاف اشي اشي عدنا مرحبة مرحبة هذا الشي يعني تمنت منها هلا براث هني جي من تقريب ألفين كيلومتر ولا باش نشوف أسمع القديمة وهو الجديدة والله أنا كان طلب من المخرج داد اللقاء كان قلو بلاتي ما زالو حشوية الله يخليكو حشوية ما زال ما سخيتش بهذا الدردش وما سخيناش بهذا اللقاء اللي كنا كانت مننا وهمش حال عادي إذن كلمة من الآخر زين الدين للمستمعين وكلمة لمن تبغي وصلها بمناسبة هذا اللقاء اللي كانت مننا دائما ما يكونش آخر وتمننا الكترشع مرة أخرى وتزورنا في إداعة مديئة بعد عمرين طول إن شاء الله إن شاء الله ما تكونش هذه الأخيرة نشكر كل تقم مديئة يعني من السائق لفاب دميناج كل كل واحد نشكره الشي هذه الفيزيت هذه جاءتني رائع كما ما كنا نمشي في طنجا وقالهم عندي موعد رح نشوف مديئة يدخلوني لبيتهم شوف مديئة واشتر مديئة مديئة لم يجبوني للمطعم لم يجبوني تنظر طنجا يجبوني ويورروا للشارع ويسهلوني من سايق الطاكسي يعني يسهلوني كل الأمور جاءت مديئة وصلتني عندي دي زامي ونمشي ونأكل لديل الأكل المفضل ديال طنجا والله يمديئة هذه غير شي ماشي يعني إذا عاول شي بيت تشتصن ألاز سعيد عادي كتول مال مال أحسن أكل اللي كليت هم اللي جيتي الآن المغرب كليت طاجين السمك الحريرة الحريرة مغربية وشي طاجين ديال الكفتا تقولون توم الكفتا نعم يعني كل يوم رأني عمدي حاجة أميمي وشكون هم هذو سي مستمعين توم مدي مدي يحسون يقول لديهم وهذا يعني من تربية المغرب العربي يكرموا بالضيف وشوي يكرمني بس كون حب مدي سبحان الله العظيم منقد مكتر جعلهم خيرهم دان كانت منه دائما تفقى مدي هي همزة وصل بين كل الأحباب بين كل الأوفياء بين كل الأهل والأحباب كانت منه لك إقامة طيبة دائما في البلد المغرب وتحية لكل العائلة بالجزائر تحية لكل مستمعين أينما كانوا كذلك بالجزائر ألف ألف شكر كانت منه زيارة المقبلة لا تكون طويلة بعد 25 سنة تكون أقل بالزفعة إن شاء الله سوف تكون مفاجأة وراء مفاجأة نحب المفاجأة سرت ماشي يجير هالي عزيز علي رمضان على ميديان برامج وفقرات خاصة بالشهر الكريم برامج فنية ثقافية توجيهية وترفيهية متابعة طيبة ورمضان كريم على ميديان إذن مستمعين كان هذا اللقاء الخاص والاستثنائي الأول من نوعه ولأول مرة على أمواج إداعة ميديان برنامج خصصناه لنستمتع معكم ومع مستمع تقديرا لوفائه وطبعا تقديرا لوفاء كل المستمعين داخل وخارج المغرب فتحية لكل المستمعين في شخص الأخ والصديق والعزيز زندين دريش من الجزائر كنتمنى لكم كاملين كل الصحة والعافية شهر رمضان مبارك سعيد أعاده الله وعلينا وعليكم بالصحة والخير والعافية والأمن والسلام لما أن رمضان في شهر رمضان شهر كريم إذن رمضان كريم للكل أمة محمد صلى الله عليه وسلم نتمنى لكم دعاء اللي يور الأفضل هو العفو والعافية لكل واحد شكرا وإلى اللقاء حبيبي ليا ترجع ليا حبيبي ليا شكرا 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 شكرا